بعد ان باتت جائحة كورونا تخيم خطرا على ليبيا حيث بلغت اعداد الاصابة اكثر من 4500 حالة واعداد الوفيات على مشارف المئة ونسبة الشفاء اصبحت تتراجع عما كانت عليه حيث قال رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ورئيس الاركان العامة بالجيش الليبي في مداخلة هاتفية على قناتنا بان اللجنة العليا تتخذ اجراءات صارمة ولكن بطريقة تدريجية وقد تصل الى تطبيق الحضر الكلي ومنع التجول بالشوارع اذا استمر تزايد حالات الاصابة اجراءات صارمة عشد ولكن من وقنينها تدريجيا الان هنفرض اجراءات توصل ممكن للحضر النهائي اذا كان استمر تزايد الحالات كل يوم تطلع لي 10 حالات 18 حالة 20 حالة كل مرة منتشر في مدينة الان في كل مدن الشرق الليبي ما بالك المدن الغرب الليبي مدن الجنوب ولكن المنطقة المسيطرة عليها الان كل المدن فيها وشدد رئيس اللجنة على ان الاجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا سيتم تنفيذها بالحرف الواحد لان شعبنا غير مدرك لخطر المرض وفيه جزء كبير يستهزئ بهذا الامر واضاف رئيس الاركان من يشك في وجود كورونا او انها مؤامرة اعتبرهم طابور خامس وخونار الوطن وعلى المواطن الليبي ان يعي ان امامه خطر كبير ومرض يزداد انتشاره بشكل واسع وعن دور اللجنة العليا اكد بان عملها ممتاز جدا وانها اشتغلت على مستوى ليبيا معربا عن اسفه لضياع هذا المجهود بسبب عدم اهتمام الشعب بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية والتي تدعو لها منظمة الصحة العالمية ولفت رئيس اللجنة العليا الى صعوبة عمل الاجهزة الطبية قائلا نعاني من عدم وجود مشغلات المعامل فحتى الطيران الذي ينقل لنا المواد توجد منه طائرتان في الخارج ويعلم الليبيون جيدا الظروف التي تمر بها الدولة حاليا وتابع رئيس اللجنة لا توجد دولة الى الان حصلت على اللقاح كاشفا عن انه تمت القرصنة على بعض الادوية التي كانت في طريقها الى ليبيا من الصين في بداية الازمة من بعض الدول هو ردا على الاتهامات الموجهة للجنة العليا بشأن الاموال المخصصة لمواجهة كورونا قائلا شكلنا لجنة برئاسة وكيل نيابة بنغازي للتحقيق في كل ما تم صرفه من قبل اللجنة وتابع رئيس الاركان كون ان هناك اخضاء فهناك اخضاء من قبل الشركات التي حاولت التلاعب ونحن لهم بالمرصاد وما وصلني من الاموال 30 مليون فقط والباقي لدى رئيس الحكومة الذي يراجع في القرارات وشوف الناس العالقين اللي جبناهم من بره شوف الناس اللي سكنناهم في فنادق شوف الناس اللي اجرنا لهم طائرات واجرنا لهم خيارات من كل دول العالم راهوا الى الان ما وصلني 30 مليون فقط والباقي عند السيد عبدالله الثاني الان قاعد يجير في مراجعات حتى هو وما صرف شي يعني نحن بنتأكد من الشركات انه فعلا اللي مطلوب منه جبلنا ولا لا وبينا رئيس الاركان ان ما تحصلت عليه اللجنة تم صرفه على العائدين من جميع دول العالم ومعامل ومستشفيات ومراكز ايواء جديدة محذرا من ان هناك بعض المغلطات التي يطلقها البعض لاهداف سياسية واختتم بالتأكيد على ان اللجنة العليا تعمل في وضوح النهار على ارض الواقع وكل شيء موجود بالمستندات لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف الموجودة في بنغازي ولا يوجد اي شيء في الخفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر